صباح الخير يا جماعة من منطقة الأهرامات بجانب أبو الهول يعني هو طبعا فيه بدايات لأعمل السياحي طبعا غالبياتها يعني مصريين ممكن الأجانب الموجودين already في مصر للسبب أو الآخر بجانب بعض الضيوف هم دول رواد وأعتقد أغلب المناطق السياحية في الوقت الحالي إحنا فأعرك منطقة أثرية على الإطلاق ويعني أكون مش ببالغ لما بقول على الإطلاق لأن أعتقد أن ما فيش مكان أثري في العالم كله بيضاهي أهرامات الجيزة على هضبة الهرم زي ما إحنا موجودين وزي ما إحنا شايفين المناطقة جماعة تستحقق أكتر وأكتر وتستحقق أكتر في الاهتمام والتخطيط يعني وإبراز معالمها ومحسنها ويعني استخدام أو الاستخدام الأمثل لها هي ممكن تكون يعني هي مصدر دخل ممتاز بس ممكن الدخل ده يزيد أكتر وأكتر فيتحول من دخل لكنوز لأنك أنت في الأهرامات وما أدرك ما الأهرامات يعني المناطقة محتاجة تطوير أكتر يعني محتاجة أن موضوع الخيالة وموضوع الجمال يتم الاهتمام بي أكتر يكون في منطقة يعني نوعا ما محددة التعملات تكون محددة أكتر طبعا يعني إخواتنا وأهلينا في نزلة السمان الناس المحترمين يعني أنا متأكد أنه هما هيكونوا في منتهى يعني التفاهم وهيكون عندهم استجابة سريعة جدا لأي تطور بالذات بخصوص موضوع الخيالة والجمال اللي هما أكيد طبعا يعني شركاء فيه بس المنطقة يعني تتطور أكتر وأكتر والموضوع ده لو تنظم بشكل من حيث الوقت اللي بياخده السايح الفلوس أو وسيلة الدفع التعامل كويس جدا بس ممكن يكون أفضل وافضل لو العملية يعني اتنظمت بشكل أعلى فنعتقد ده هيكون فيه إيجابية كتيرة للمنطقة وإيجابية كتيرة للمكان كمصدر من مصادر الدخل وحتى للشكل يعني الحضاري للمنطقة الشكل الحضاري هيتطور أكتر وأكتر المتحف المصري الكبير المزمع يعني يفتتاحه في القريب العاجل إن شاء الله أكيد هيممثل إضافة كبيرة وممتازة للعملية السياحية ويعني هتنعكس بالإيجاب على الدخل الاقتصادي أنا بعتقد أن ممكن يؤدي كمان يعني لزيادة الدخل في الإطار ده يعني إطار التنمية السياحية للمنطقة عموما أني بعتقد أني في 6 أكتوبر والشيخ زايد على التساس حاري والمناطق الموجودة هناك هو المنطقة بالفعل فيها أماكن يعني كفنادي 5 ستارز كأماكن للإنترتينمنت إلى آخره بس لو كانت منطقة يعني تتعمل كمركز سياحي يعني كبير جدا بيضم فنالك مختلفة التصنيفات بيضم مناطق للإنترتينمنت بيضم يعني استحداث كل ما يمكن عمله في المنطقة دي كإنترتينمنت للسايح اعتمادا أن المنطقة عموما هتكون موجودة جنب الهرم والمتحف المصري الكبير أعتقد ده يفرق كتير جدا في العمل السياحي وفي رفع قيمتها السياحية والاقتصادية إن شاء الله نعمل أن هذا يحصل ويكون شيء مفيد لنا كلنا شكرا